السلام عليكم ورحمة الله وبركاته بكم أعزائي الله بالصف السادس ها قد عدنا والعود أحمد نحن الآن في أول وحدة لنا من الفصل الدراسي الثاني كما تعودنا لدينا مصوص استماع وتحدث ومص نقرأه ونحلله ونجيب عن أسئلته وثم يليح قاعدة ونحللها وإلى آخره الآن الوحدة التي بين يدينا هي الوحدة التاسعة أي الوحدة الأولى في الفصل الثاني هي بر الوالدين بالنسبة لنص الاستماع أو الاستماع والتحدث سوف يكون أعزائي في حصة الزوم تمام؟ إن شاء الله منكون مجهزين حالنا يوم الأحد بإذن الله القادم رح ناخد حصة زوم لحتى نقرأ نص الاستماع ونجيب عن أسئلته ونتحاور ونتحدث تمام؟ فإن شاء الله رح نبلش ونبدأ بدرسنا الإحسان وحصن صحبتي فماذا نعني بالإحسان وماذا نعني بحصن الصحبة؟ وكما ترون هي أحاديث نابوية الآن نبدأ بالعنوان ومن ثم نقرأ الدرس الإحسان هو أن يتقن الإنسان عمله تمام؟ يتقن ما يقدمه أما بالنسبة لحصن الصحبة هنا فهو جمال الصحبة وأفضل الصحبة نبدأ بقراءة الدرس أعزائي ومن ثم نقوم بتحليل النصوص التي بين يدينا عن عبد الله بن عمر رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والديه قيل يا رسول الله وكيف يلعن الرجل والديه؟ قال يسب الرجل أبا الرجل فيسب أباه ويسب أمه عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد فقال أحي والداك قال نعم قال ففيهما فجاهد عن أبي هريرة رضي الله عنه قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أمك قال ثم من قال أبك الأحاديث هي من كتاب صحيح البخاري وكتاب يجمع أحاديث النبوية الصحيحة كتاب الأدب ماذا نعني بكتاب الأدب كتاب صحيح البخارية سادس مقسم في الداخل إلى كتب كتاب الأدب كتاب الصلاة كتاب مثلا الأخلاق تمام فهذه الأحاديث مأخوذة من كتاب صحيح البخاري أي جزء كتاب الأدب نبدأ عن عبد الله بن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أكبر الكبائر أي أن أكبر الكبائر الموجودة على وجه الكرة الأرضية ما نعاني من كبائر مثل الكذب مثل الصرقة طبعا هاي صغارة نحن نجعل الكبائر مثلا شرب الخمر الكفر بالله عز وجل تمام فيقول إن من أكبر الكبائر أن يلعن الرجل والدي كيف يلعن اللعنة بمعنى الطرد من رحمة الله عز وجل فكيف لأي إنسان أن يلعن والدي هنا سألوا الصحابة سألوا الصحابة الرسول صلى الله عليه وسلم فقالوا وكيف يلعن الرجل والدي هل من المعقول أن الإنسان أن يقوم بلعن والدي أو أن يطلب أن يطرد من رحمة الله عز وجل كلا وحاشا لكن متى وكيف قال يسب الرجل أب الرجل عندما يقوم أحد بشتم أب أحد أو أم أحد فإنه بذلك يجعل الطرف الآخر ماذا يسب أباه ويسب أمه أمه إذن أكبر الكبائر عند الله عز وجل ما هي أن يلعن الرجل والديه كيف يكون لعن الرجل هذا الإنسان كيف يلعن والديه ذلك عندما يسب الرجل أب الرجل عندما يأتي إنسان فيشتم إنسان آخر بأبيه فبذلك الطرف الآخر الإنسان الذي قام هذا الرجل بشتمه ماذا سيفعل سوف يسب الأب ويسب الأم إذن أنت بهذه الطريقة لعنت والديك لذا يجب علينا أن نتحرص يجب علينا أن نتحرص دائما أن لا نصل في مرحلة مشاكلنا ومشاجراتنا إلى اللحظة التي يمكن أن يلعن الرجل أو الرجل فيها طبعا إحنا هذا الشيء بعيد عننا وإحنا مستحيل أبدا نفكر بهاي الأمور لكن الإنسان لازم يتعلم يقضم غيظه وغضبه ويخفض لسانه دائما نحن نسعى لأن نبر والدينا بشط الطرق فما بالكم إن كانت مجرد مشاجرة بين شخصين فقام أحدهما بسب أبي بأن يسب أبا رجل هذا الذي يتشاجر معه فهو بذلك قام بلعن والديه لذا الرسول حذرنا من الغضب لا تغضب لا تغضب لا تغضب أوصانا بعدم الغضب إذن الفقرة الأولى أو الحديث الأول يتحدث عن ماذا؟ عن أكبر الكبائر ألا وهي لعن الرجل والديه نأتي إلى الحديث الثاني عن عبد الله بن عمر قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم فاستأذنه في الجهاد ماذا نعني باستأذنه في الجهاد؟ أي طلب الإذن إذن استأذن هنا بمعنى طلب الإذن فقال أحي والداك؟ سأله الرسول صلى الله عليه وسلم أحي همزة استفهام هل والديك على قيد الحياة؟ قال نعم قال ففيهما فجاهد أي جاهد بوالديك كيف يكون الجهاد بالوالدين؟ الجهاد هو بذل الطاقة والوسع بذل طاقة الإنسان في شيء معين فكيف نبذل طاقتنا في الجهاد في سبيل الله؟ الجهاد في سبيل الله أي أن أبذل طاقتي وجهدي ووسعي حتى أرفع راية الإسلام حتى أرفع راية الحق فأدافع عن الإسلام هنا الجهاد في الأبوين كيف يكون؟ أن أبر والدي أن أطيعهما إلا فيما يغضب الله عز وجل أن أكون إنسان دائما محسن إليهما أساعدهم دائما إذن هو بر الوالدين هنا جهاد إذن من درجات الجهاد دلينا بر الوالدين هذا في الحديث الثاني نعود قليلا فقط إلى كلمة الكبائر لم أحل الكلمة الكبائر هنا اللي قلت لكم صغائر وكبائر الكبائر مفردها كبيرة وتعني الشيء المنهي عنه لكن هذا الشيء المنهي عنه هو عظيم بمعنى كبير كبير إذن عظيم إذن هناك صغائر وهناك كبائر فيا سادس واجب كتير بسيط وصغير نكتب ما هي الصغائر والكبائر من هو أكثر الناس إحقاقا حقا بأن يكون الأحسن في الصحبة والأفضل في الصحبة من هو الذي يجب أن يكون أفضل أصدقائي وأحسن أصدقائي؟ فقال أمك أعطاه الجواب الأول فظن أن هناك أيضا إنسان آخر فقال ثم من؟ قال أمك كرر له الرسول وأكد على الأم مرة أخرى قال ثم من؟ قال أمك إذن ثلاث مرات قال الرسول صلى الله عليه وسلم لهذا الرجل أن أحسن الناس وأفضل الناس لتصاحبهم في حياتك هم من؟ أمنا قال ثم من؟ قال أبك هذا لا يعني تقليل شأن الأب كلا لكن ليصر الرسول وليؤكد لنا عليه الصراط والسلام على أهمية قيمة وجود الأم في حياتنا ومدى أهمية الأم فالأم هي من تحملنا في بطنها 9 شهور هي من تقوم بتغذيتنا وتربيتنا والسهر علينا والمحافظة علينا تدريسنا متابعتنا في حياتنا إذن من هو أفضل الإنسان المصاحبه؟ إذن بالمنطق الأم هي من تجلس مع الطفل أكثر الوقت الأب بالطبع له كل القدر والقيمة وله كل الإجلال والتعظيم فهو من يخرج من الصباح إلى الليل حتى يؤمن لنا عيشنا لكن الأم هي من تجلس معك فهي تكون صندوق أسرارك هي تكون المرشد لك هي تكون المصحح لأخطائك لذا الأم هي أحسن من نصاحبه هكذا نكون أنهينا هذا الدرس درسنا بسيط وسهل لا صعوبة فيه إن شاء الله الحصة القادمة رح نستخرج من هذه الأحاديث ونقوم بحل الأسئلة يعطيكم ألف عافية دمدم سالمين